بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثالث من الدرس الرابع في الوحدة الثانية لنتعلم فيه كيفية طريقة إيجاد حل نظام خطي باستخدام طريقة كريمر كريمرز رول وهي طريقة تعتمد في الأساس على حساب المحددات ولقد قدمها لنا العالم السويسري جابرييل كريمر أو كما ينطق بالفرنسية جابرييل كغاميه عام 1750 في أحد مؤلفاته وباختصار هذه الطريقة تقول لو أن عندنا نظام خطي في إن من المجهيل وإن من المعادلات وكانت مصفوفة المعاملات لهذا النظام الخطي لا تساوي الصفر فإن حل هذا النظام الخطي يكون بالصيغة الآتية X1 تساوي Determin of A1 على Determin of A وX2 تساوي Determin of A2 على Determin of A إلى النص اللي المتغير Xn وقيمته Determin of An على Determin of A حيث Determin of A1 وA2 وA3 إلى An المصفوفة AI كيف نحصل عليها هي عبارة عن نفس مصفوفة المعاملات ولكن باستبدال العمود رقم AI بالعمود الذي يعبر على النوادج الثابتة التي توجد في يمين النظام الخطي وإليكم المثال الآتي للتوضيح فباستخدام طريقة كريمر أوجد حل هذا النظام الخطي بالنسبة للمتغير X مثلا في البداية نقوم بحساب محدد مصفوفة المعاملات لهذا النظام محدد المصفوفة A بأي طريقة كانت فنجد أنها تساوي 10 أي أنها غير صفرية أي أن هذا النظام له حل فتكون المصفوفة A1 التي تعبر عن المتغير X هي نفس مصفوفة المعاملات ولكن باستبدال العمود الأول الذي يعبر عن المتغير X بالعمود الأول الذي يعبر عن النواتج وهو 1.02 هذا هو العمود الذي يعبر عن المتغير X استبدلناه بالنواتج للنظام الخطي وباقي العناصر كما هي في مصفوفة المعاملات فتكون X في هذه الحالة قيمة محدد هذه المصفوفة على محدد مصفوفة المعاملات فلو قمنا بفك هذا المحدد يكفي فكه بهذا العنصر فقط هذا العنصر إشارته كما تعلمون هي إشارة سالبة موجب سالب موجب هذا العنصر إشارته سالبة فيكون سالب واحد في واحد ثم نحذف الصف والعمود الموجود فيه فنحصل على المحدد التالي واحد اثنين اثنين سالب أربعة وهذا يساوي سالب القط الرئيسي سالب أربعة غير رئيسي سالب أربعة أيضا أي سالب ثمانية سالب في سالب موجب موجب ثمانية فيكون الحل ثمانية على عشرة أي أربعة على خمسة